يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتبعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا جمعان صباح الخير عليك يا شازلي بصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعاً بنبدأ معاكم حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر رحيا بنبدأ معاكم بموضوع مهم جداً في حملة أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الأرنامية من حوالي شهرين اسمها تجمل بالأخلاق الحملة دي الحقيقة مهمة جدا 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 وخلينا نقول إنها جاية في وقت يعني كمان يعني للأسف بنشوف في بعض السلوكيات كده لمش لطيفة تماما الحملة دي بتعالج بعض السلوكيات الخاطئة اللي ممكن يعملها البعض وهو متخيل إن ده سلوك عادي أو هزار أو خلينا نقول خف الدم لكنه في الحقيقة بيكون سلوك مؤز جدا للغير على سبيل المثال واحد من هذه السلوكيات هو التنمر في ناس بتعتبر إن التنمر هزار في ناس بتعتبر إن التنمر إفية عدة زي ما احنا كده دايما بنقول الأفية حكمت لأنه الحياة الهزار عمره مكان إن إحنا نقلل من اللي قدامنا أو نخلي الناس يتحكوا على طريقة لبس أو شكل أو لون بشرة طريقة كلام حجم جسم حتى مستوى اجتماعي أبدا كل ده اسمه تنمر كل ده ما يدحكش لازم كلنا ناخد بالنا كويس جدا من هذا السلوك ونعرف إنه الهزار ليه شكل ولازم نبقى عارفين واخدين بالنا إن كان الهزار ده في نطاق اللطافة ولا في نطاق التريقة أو التحفيل زي ما بيطلق عليه نشوف حتى اللي قدامنا متقبله ولا مدايقه نشوف إحنا نفسنا هنتقبله لو تقلنا أو لأ خلينا نبقى عارفين إن الهزار ده لو كان الشخص اللي قدامنا بيقابله بنوع من أنواع الثقل أو مش قبله أو بيضيقه فده بيبقى عنف وأزيال الآخرين يا شازل بكل تأكيد اللي بيقوم بهذا التصرف اللي بيقوم بالتنمر على الآخرين أي إن كان صغير أو كبير هو بيتخيل إنه فوضى اجتماعي أرفع إن أنا في مصدر قوة أو في منصب قوة أو إن أنا فوق وبتنمر على الناس بالتريق على الناس فالناس دي كلها تحتي فده تخيل وزن خاطئ طبعا من الشخص اللي بيقوم بالتنمر عشان كده بنقول لحضراتكم قبل ما تهذروا حطوا نفسكم مكان الشخص اللي قدامك تخيل لو أنت قاعد وفي حد قدامك بيسمعك الكلمة اللي أنت بتسمعها له والناس كلها دحكت عليك هيبقى شكلك إيه ساعتها قبل ما تقول أي كلمة فكر فيها فكر قبل ما الكلمة بتخرج من دماغك قبل ما الكلمة بتخرج من لسانك فكر فيها فكر في رد فعلها فكر في الأثر النفسي كمان اللي بيكون اللي أنت بتسيبه على الشخص اللي بتتنمر عليه لأن أنت لما تقول لصاحبك مثلا في المدرسة أن صاحبنا ده رفيع قوي كل اللي حصل أنك خليت صاحبك ده يتضايق حتى لو هو ما بينش قدامك ودي مشكلة كبيرة تانية لأنه في ناس بتاخد الكلام وبتسكت طبعا هو ممكن ما بينش قدامك ويضحك على الكلمة ويتعدي فأنت تتخيل أن أنت دمك خفيف ومرح والناس بتهذر وتضحك لكن هو من جواه شال الكلمة أكيد الكلمة دي هتفضل جواه هيفضل فكرها عشان كده بنقول أن التنمر يا جماعة ما هواش هزار التنمر هو عنف وإساء لازم نبعد عنه ونخلق بيئة صحية لنفسنا والكل اللي حوالينا يا جماعة حيث يا جماعة دي أنت قلت نقطة مهمة جدا أنه التنمر ده ما بيبقاش أثره وقتي للأسف بيقعد بقى على مدار سنين ويبقى لي رواسب كده بتفضل في الشخصية طول الوقت يعني بتلاقي أشخاص بعد كده لما تكون مثلا على سبيل المثال شخص تعرض للتنمر هو صغير مثلا في المدرسة لما بيجبريه بتلاقيه شخص حقود عايز يصب الحقت عنده مشكلة صحيح الغضب اللي عنده على الناس يا إما بنلاقيه ما عندهش شخصية أو شخصيته ضعيفة أو مهزوزة يا إما بنلاقيه فقط الثقة يا إما بنلاقيه عايز يشبع اللي تثقى في نفسه من أشخاص تانية ممكن أصلا تأذيه عشان كده وإحنا نتكلم على تنمر ممكن يفتري كمان يا جماعة يعني ممكن لو تحط في منصب عالي ممكن يفتري على التحت منه لأنه هو زمان وهو صغير عام عشان كده بيقوله بيبقى شخص حقود أو بيبقى عايز يصب غضبه على اللي قدامه من اللي حصل فيه قبل كده فبالتالي يعني حتى كل الأبحاث أو الدراسات النفسية صنفت التنمر كرقم واحد عالميا في أشكال العنف اللي ممكن الإنسان يتعرض له في كل مراحل حياته واللي بتؤثر بشكل كبير جدا خاصة في مرحلة الطفولة لأنه ببساطة الطفل ما يقدرش أنه يتعامل مع المواقف دي الطفل بيكون لسه بيتعامل مع المجتمع وبيتعامل مع اللي حواليه فبيكون ثقته في نفسه من خلال اللي حواليه وبتكون النتيجة أنه بيفقد الثقة في نفسه وأنه بيقل تركيزه في المدرسة وأنه بيكون عنده خجل اجتماعي وخوف من التواصل مع الناس لأنه متخيل أنه عنده نقص أو متخيل أن كل الناس شايفها بشكل مش كويس وهنا بتظهر المشاكل اللي هي علاقة بالصحة النفسية عند الطفل وممكن تكبر معاه في مراحل حياة وشازي وأعتقد قبل ما نتكلم بقى عن السحاب والمدرسة لازم نتكلم عن الأسرة نفسها لازم الطفل حتى هو خارج للمدرسة يبقى عنده ثقة في نفسه أهله أو أسرته مدينه ثقة في نفسه معرفينه أنه أولا كلنا فينا ممكن عيوب ما ينفعش أنه حد يتنمر علينا وأنه حتى نتنمر على حد أعتقد أنه نحن مرآة الطفل الأسرة مرآة الطفل قبل المدرسة قبل الناس قبل أي حد صحيح الأب والأم لو هم أصلا مش متنمرين فإحنا كده بدأنا بالفعل خطوات العلاج للطفل لأنه هو أكيد بيقلد الأب والأم يعني لو هم عاديين في البيت بيتنمروا على حد أو بيهزروا مع حد هو شايف نفس السلوك ده في المدرسة خلاص ده بيترسخ جواه أنه ده بقى الطبيعي فطبيعي أنه يطلع هو كمان متنمر هنا لما يجب التكلم عن دور الأب والأم في التعامل مع المواقف اللي زي دي مع ابنهم مثلا لو تعرض للتنمر في نقطة مهمة قوي الطفل نفسه ما بيعرفش يحكي يعني الطفل نفسه مش كل الأطفال طبعا مش كل طفل هيروح يحكي لبابا ومامته في البيت لما يرجع من المدرسة أو من النادي أنه تعرض للتنمر في أطفال كتيرة ما بتعرفش تحكي حاجة زي دي وفي أطفال كتيرة بتخاف تحكي حاجة زي دي فبالتالي ده بيأثر على الطفل بشكل كبير جدا ده ممكن يلاحظوا الأب والأم قبل ما يتكلموا مع الطفل يلاحظوا هم حاجة زي دي هم ممكن يلاحظوا أنه سلوكه ما بقاش زي الأول بقى عنده حالة من الانزواء والعزلة مش عايز يتكلم مع حد ما لوش صحاب كتير في المدرسة ما بيحكيش عن مواقف حاصرت في المدرسة فهنا أنا لازم أدرك كأب أو كأم أنه في مشكلة عند ابني في المدرسة إيه هي المشكلة دي نعرفها فلازم الأباء والأمهات أنهم يركزوا على تعزيز ثقة الطفل في نفسه حتى لو كان مختلف فاختلافه ده لازم يعرف كويس قوي إن ده شيء جميل وكمان لازم أن احنا نبعد الطفل عن مصدر التنمر نتابع حالته النفسية بشكل مستمر نحاول أن احنا نخلق له بيئة صحية تساعده في تعزيز ثقةه بنفسه أما بالنسبة بقى للطفل المتنمر فإحنا معنا النهاردة فقرة مهمة جدا أنا هتكلم فيه عن دور الأباء والأمهات في تقويم سلوك التنمر عند الأبناء صحيح يا شازلي مرة تانية قبل ما نتكلم عن تقويم سلوك التنمر عند الأبناء أتمنى أن نحنا نرائب نفسنا نشوف الهزار حتى اللي بنهزره قدام أولادنا ممكن إحنا ككبار نبقى مستوعبين نبقى عارفين نحنا بنهزر مع أصحابنا نبقى عارفين نحنا بنهزر مع حد من جراننا بس اللي قدامنا مش متدايق ومتفاهم الموقف بس الطفل مش هيبقى فهمه هيقلده أنا الحقيقة شازلي مش مع المعتقد أنه فاقد الشيء لا يعطيه على طول الوقت لا أحيانا فاقد الشيء بيعطيه وبيعطيه كمان بوفرة لكن بكل تأكيد بكل تأكيد فاقد الأخلاق لا يعطيها لو إحنا مش عارفين إحنا سلوكنا يعايزين أولادنا يطلعوا زينا إحنا مريتهم مش محتاجة خالص حسابات والله يتطلعين بنجدب قدام أولادنا نتنمر قدام أولادنا توقعوا أنه هو ده اللي هيحصل على أي حال بنصبح على حضراتكم جميعا جمعة مباركة عليكم صباح الخير يا مصر